السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأحد 24 كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج الثور ورح ينتقل لبرج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية يعني معني تقريبا هو رح يظل لغاية الساعة 8.14 دقيقة من صباح اليوم في برج الثور بعدها ينتقل للجوزاء ورح يظل في الجوزاء لغاية الساعة 13.14 دقيقة عصرا من عصر يوم الثلاثاء القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم الأسحار الأورام الأعمال وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 54.59 دقيقة من مساء يوم الأحد لا ينتقل القمر لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول بما أن القمر موجود الآن في برج الثور معناته من ظل يعني لغاية انتقاله لبرج الجوزاء اللي هو يعني في ساعات الصباح أنه من ظل أكثر حذرا من ميلة حماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على نفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع بالبيت أو المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية هي الأخيرة ما قبل خلو المسار رح تكون الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر السلبي رح يكون من الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لغاية الساعة ثمانية واربع عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء أما هذا الوقت وما بينه هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية واربع عشر دقيقة صباحا خلص القمر بنتقل وبيستقر في برج الجوزاء عشان هيك نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات تتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك برضو ممكن أن نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بعد ما ينتهي الانتقال أول زاوية رح تتشكل هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 58 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب عرقي اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيل جولة الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضين كثرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 5 و 27 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج طبعا هاي تأثيراتها مستمرة لتقريبا أسبوع قادم تتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب وهي بتساعدنا على النجاح بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن انحقق نجاح في العمل أو علاقات جيدة مع الآباء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عنا العنق الحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد يعني طيلة النهار عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية والرياتين وبرضو الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي جمالا والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما بننصح بإجراء عمليات جراحية كبرى لا إلها ولكن عملية صغرى أو مراجعة الطبيب ما في أي مشكلة والأهم مش بفترة خلو المسار أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة برضو مش بفترة خلو المسار لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج الجوزاء خلو المسار القادم بيكون يوم الثلاثاء 26-12 بيبدأ الساعة 7.55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبينتهي الساعة 3.14 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 12 يوم في تمام الساعة 12 و22 دقيقة ظهرا بيصير 13 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة 70% القمر في الثور وحكينا في الصباح رح ينتقل للجوزاء ورح يظل في الجوزاء ليوم 26-12 منتحس الهان بنسبة 60% ساعات الصباح منتحس بنسبة 25% ساعات الظهر منتحس بنسبة 10% وبيكمل لساعات المساء بنفس النسبة عطارد في القوس بيتراجع حتى يوم 2-1 منتحس بنسبة 40% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 29-27 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل اليوم بيحمل معاه فرصة لغاية ساعات الصباح بيحمل فرصة مالية بتكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن تعالج استحقاق مالي وممكن يكون في زيادة في المصاريف أو صرف الأموال فبدك تكون حذر من هاي النقطة أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في الدراسة في السفر في الاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنه حاول أنك تتفهم الآخرين وابقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية يوم نشط جدا حاول تستفيد من كل المزايا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا فقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي أو من علاقاتكم طاقة عالية حتى اليوم أنت مرغوب للجنس الآخر بشكل كبير أما من ساعات الصباح فهونا بزيد كمان أمور زيادة على الموضوع فبصير هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا برضو بالاتصالات والزيارات ولكن الأمور المالية هي أكثر شيء رح يشغل فكركم ممكن تهتم بسداد أو ترتيب وضع مالي مع برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زال جو ضاغط لغاية ساعات الصباح لأن القمر موجود في بيت المتاعب فبيضل الوقت بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولونك وتنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتصبح ثقتك بنفسك كبيرة وبعمك النشاط بإمكانك تبادر لخطوة جديدة دعم من مركزك الاجتماعي طبعا هاي فترة مميزة واستثنائية الجو ممتاز جدا لأنه في كثير من المزايا خلال هذا اليوم لازم إنك تنتبهلها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن من ساعات الصباح القمر بيوصل بصير في بيت المتاعب فبتدخلوا بفترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني أنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ولا تراهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من ركود أو مراوحة المكان لا تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح رياح مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم أو تعزيز علاقاتهم مع المسؤولين لأنه عندكم قدرة اليوم لإثبات جذارتكم للمسؤولين لغاية ساعات الصباح ولكن لا تشوه سمعتك بتصرفاتك أما من ساعات الصباح وما بعد بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته وبترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل التركيز على الاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ولكن من ساعات الصباح بيصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة أو أنك تواجه مسؤولية أو عبئ مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في صعوبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بظل في فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض لغاية ساعات الصباح ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر أهم شيء ما في داعي للمغامرات المالية أما من ساعات الصباح وما بعد هون بيصلكم خبر من خارج البلاد أو من بعيد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والامتحانات الجامعية وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بترتفع بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل الجو مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم رغم أن الطاقة ما زالت ضعيفة لأن القمر مقابلكم تماما إلا ما إلا أنه مع ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك أو راحة شيخوختك أو تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور كإدخار تأمين أشياء من هذا القبيل أهم مش أنك تقدم التنازلات وحاول أنك تتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه في عندك قدرة على إنجاز الكثير من عمالكم لغاية ساعات الصباح حاول أنك تنظموا جدول غذاكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة وما تنسوا أن القمر الآن بدوا يبدأ بمراحل المقابلة فطاقتكم بدأت تنزل من ساعات الصباح القمر بصير مقابلك تماما فبصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بدك تحذروا من الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في مشكلة أنت بغنى عنها الجو متوتر فعشان هيك ممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فبدك تكون صبور وما تتذمر فترة خالية من الحضوظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ترغبوا من الآن ولغاية ساعات الصباح في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو ممارسة هواي ولكن أضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع الأحبة أو مع الأبناء أما من ساعات الصباح وما بعد رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة كبيرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بتكت نظم جد والغذاكم وتأخذ قصة من الراحة وما تلته بالقشور والأمور الثانوية ركز على عمل واحد والعمل المهم قبل ما تنتقل لعمل آخر ويعتمد على جهدك وطاقتك لحظ النجاحات والأرباح لا تعتمد على الحضوذ وراقب وضعك الصحي برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على المسكن من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن بدك تنتبه وتعزز الروابط العائلية وحاول أنك ما تدخل بأي خلافات أو مشاحنات وممكن عائلية تحديدا وممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أما من ساعات الصباح فهون الأجواء بتصير سحرية بترغبوا في التقرب من أحباكم تعزيز العلاقة معهم فبوسعكم ممارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبيا لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلم بل كرر المحاولات ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو تميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وأيضا فيها نجاح عملي ومادي بس أنه في قلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات لغاية ساعات الصباح وبيظل الجو مناسب للقيام بنزهة قصيرة طبعا ممكن بعض موليد برج الحوت يكون لهم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما من ساعات الصباح القمر بانتقل للبيت الرابع فهنا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ولا تسمح لعواطفك بأنها تأثر على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة لا أي شخص بيحتاجها وخصوصا من أفراد العائلة دون مشاحنات ودون عصبية في بعض القلق على أحد أفراد العائلة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر